أعوذ بالله من الشيطان الوجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بهذا المثل يبين الله سبيل أهل الضلال تحذيرا من الزيغ فيه ليستيقن المؤمنون ويتعظ المخدعون ويرتدع المخالفون وهنا إقرار المنافق باللسان دون التصديق بالجنان إنما هو كالاستضاءة بنور مستعار لا يلبث أن يذهب فإذا بصاحبه يتخبط في الظلام مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أما الحق فطريق واحد منير فاسلكه واستقم فيه وأما الباطل فطرق متشاعبة ما أكثرها وما أشد ظلامها فاحذرها وابتعد عنها مثل من عرف الحق ثم أنكره كمثل قوم يستضئون بنار في حلكة الليل فأذهب الله ما فيها من نور وأبقى ما فيها من إحراق فهم يتردون في ظلمات بعضها فوق بعض صم بكم عمي فهم لا يرجعون إنما خلقت الحواس ليستعان بها على معرفة الحق فمن أعرض عن سماع الوحي والقول بموجبه والاهتداء بنوره كان كالأصم الأبكم الأعمى فأي خير يرجى منه أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين هكذا حال المنافق المتخبط ينخلع قلبه للوعيد ويسارع طمعا في الموعود وإن جاءه خبر عن الغيب أبلس وتحير فليس له هم إلا الدنيا وبئس مختار كم تسكب هذه الآية من التفاؤل في قلوبنا وكم تدفعنا إلى الثبات أمام أعدائنا حين نوقن ألا مهرب لهم من بأس الله وأننا في حفظه ورعايته والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أجارنا الله من حال المنافقين فهم أبدا بين خوف وحيرة يترددون فلا أمن الطريق ولا اهتدو السبيل تلك هي النفوس المنهزمة والجماعة المخذولة